بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة حضن بعد أسئلة الإختبارات على الوحدة التالتة مثلا نبدأ بالسؤال التالي أنشئ الشريحة التكعبية الطبيعية المرة بين النقاط التالية 1-2-3-3-5 أنشئ الشريحة التكعبية الطبيعية طبعا كلمة الطبيعية تعني الشرطان التالي لنبدأ بحل مثل هذا المثال من تعريف الشريحة التكعبية نجد أن لدي عندي النقاط هي 1-2-3 إذن عندي النقاط التي لدي هي عبارة عن النقاط التالية إذن 1-2-3 إذن معنات عندي ثلاثة نقاط على هذه الشريحة أعرف الكاسية حدود الدال التكعبية من الـ S0 وهذه على الشريحة الثانية اللي هي الـ S1 فالـ S0 هي عبارة عن هذه والـ S1 هي عبارة عن هذه الآن يريد أن توجد الشريحة التكعبية طبعا هي القضية قضية استفاء معناتها أول شيء أن SXI يساوي إلى YI ثاني شيء كلمة شريحة تكعبية تعني في النقطة الداخلية والنقطة الداخلية إذن أن هذه X0 X1 X2 فالنقطة الداخلية هي X1 معناتها إن S0 في X1 يساوي S1 في X1 كذلك S0 فتحة في X1 يساوي إلى S1 فتحة في X1 و S0 فتحتين في X1 يساوي إلى S1 فتحتين في X1 إذن هذه تعني كلمة استفاء ماذا تعني وهذه الشروط الثلاثة هذه الشروط الثلاثة هذه الشروط الثلاثة اللي كتبناهن هون ماذا تعني كلمة طبيعية الآن إذن هذه هي S0 وهذه هي S1 طبعاً S0 معناتها X بين 1 وال2 والهون X بين 2 وال3 الآن لنشتق S0 لنشتق المشتق الثاني للS0 حتى طبعاً هذه بتفيدني مشان الأول والثاني والثالث أيضاً نفس الشيء لأضع S1 ولأشتقه ولأشتقه مرة ثانية فأحصل على S1 هذا هو S2 1 هذا هو أولاً وفي النقاط الداخلية اللي هي X1 قلنا S0 بالX1 سوي S1 بالX1 والS0 في النقطة الداخلية هي النقطة 2 طبعاً عندي أنا 1 2 3 إذا النقاط التي لدي هي 1 2 3 إذا النقطة الداخلية هي النقطة 2 فإنني أعلم أن S0 في 2 سوي S1 في 2 هذا من الاتصال S0 فتح في 2 سوي S1 1 في 2 وتعطيني هذه المعادلة إذن هذه المعادلة من كون تكعيبية الآن من كون استفاء تعطيني S بالXI يساوي إلى Y إذن ستعطيني ثلاثة معادلات إذن كون قضية استفاء فإن S بالXI يساوي إلى Y طبعاً إذا وقعت S بالجزء الأول فهي S0 إذا وقعت X بالجزء الثاني فهي S1 وهكذا إذن فإن S بالX0 يساوي F0 لكن X0 تقع في الشريحة الأولى اللي هي S0 في X0 ومن نحصل على D0 يساوي 2 S بالX1 تقع في الشريحة الثانية معتها S1 بالX1 يساوي Fx1 إذا فنحصل على الثالثة S بالX2 X2 أيضاً تقع في الشريحة الثانية يعني S1 في X2 يساوي Fx2 فنحصل على المعادلة التالية أيضاً يقول لي بنص التمرين أن الشريحة طبيعية معناها الشريحة الأولى S فتحتين بالصفر للX0 يساوي 0 وS فتحتين بالواحد للX2 يساوي إلى 0 نحصل على المعادلة بحل حلاً مشتركاً نحصل على A B C D إذا وهكذا نحصل على A0 B0 C0 D0 A1 B1 C1 D1 نعوض في S0 عن السوابت وS1 في السوابت فنحصل على الشريحة التكعيبية S X ماذا تساوي S0 إذا كانت X بين الواحد وال2 وتساوي إلى S1 إذا كانت X بين ال2 وال3 إذا هو بالتالي اكتمل إثبات هذا التمرين ننتقل الآن إلى سؤال اختبار آخر لتكن S X يساوي S0 2 X تكعيب لما X بين 0 1 والS 1 X تكعيب زائد 3 X نقص 3 X زائد 1 لما X بين 1 وال2 الطلب الأول هل هي شريحة تكعيبية هل هي شريحة تكعيبية طبيعية إذن كون شريحة تكعيبية شيء وكون شريحة تكعيبية طبيعية شيء كون شريحة تكعيبية معناها تحقق من كلمة تكعيبي التكعيبي أنها سعني سلاسة كلمات طبعا أنا عندي كم نقطة عندي سلاسة نقاط هي 0 1 2 يعني X0 X1 X2 النقطة الداخلية هي هذه نحن نعلم أن التكعيبي يعني أن الدان المتصل معناها هي ومشتقة الأول ومشتقة التاني يعني في النقاطة الداخلية تتساوى فإن S0 X0 يساوي إلى S1 X1 وليست صفر يساوي S1 X1 و S0 في X1 يساوي إلى S1 في X1 والS فتحتين صفر في X1 يساوي إلى S1 في X1 إذن هذا ماذا تعني كلمة كوبك تكعيبي إذن لنتحقق من هذه الشروط إذن كانت محققة عند إذن شريحتي هي شريحة تكعيبية إذن فأحتاج إلى هذه الشروط وأعوضها في النقطة X1 التي هي عبارة عن العدد 1 كما هو مكتوب أمامي هنا إذن سنعوض حتى نتحقق أنها تكعيبية فكلمة التكعيبية تعني هذه الشروط مجتمعة الآن لدينا S فتحة لو اشتقناهن هي S فتحة صفر وهي S فتحة واحد والS فتحتين هذه هي مشتقاتهم طبعا إذا كانت X داخل هذه الفترة عند إذن فإنني أرى أن S صفر بالX واحد ساوي S واحد وكلهما يساوي 2 والS فتحة يساوي S فتحة واحد في X واحد وكلهما يساوي إلى 6 والS فتحتين بالصفر للX واحد يساوي S فتحتين بالواحد للX واحد وكلهما يساوي إلى 12 إذن هذه يساوي إلى 12 وبالتالي الشريحة التي لدي شريحة تكعيبية لأنها تحققت الشروط الثلاثة اللي أمامي الآن نأتي إلى الطلب الثاني هل هي شريحة تكعيبية طبيعية حتى تكون طبيعية يجب أن نتحقق من أن S فتحتين صفر في الX صفر يعني S فتحتين صفر الX صفر هي صفر يجب أن يساوي الصفر والS فتحتين واحد في الاثنين يساوي إلى الصفر المشتقات جاهزة إذا عوضناهم بالصفر نجد أن 12 بصفر يساوي الصفر إذا هذا محقق ولو عوضنا هون نجد أنه لا يساوي الصفر إذا لا غير محقق والتالي الشريحة غير طبيعية إذن إن المحقق إن المحقق يساوي إلى S فتحتين صفر للX صفر ويساوي إلى الصفر هذا يؤدي إلى أنه يساوي إلى 6 بصفر يساوي الصفر والم اثنين تعطى بهذه العلاقة لو عوضنا لو وجدنا أنها لا تساوي الصفر إنما تساوي ويساوي في الاختبارات نأتي إلى نوع آخر من الأسئلة Give the data Give the data لتكون لدينا المعطيات أو الدالة التجربية التالية Do the following أعمل ما يلي أولا أبنشئ The divided difference table جدول الفروق المقسومة للدالة المعطاة جدول الفروق المقسومة للدالة المعطاة كما تعلمنا سابقا نحط الدالة المعطاة هي X وهذه هي Y الآن الفرق الأول هو عبارة عن هذا ناقسات تقسيم هذا ناقسات هذا ناقسات تقسم هذا ناقسات هذا ناقسات تقسيم هذا ناقسات هذا ناقسات تقسيم هذا ناقسات فنحصل على الفرق من المرتبة الأولى قلت أنا بزمانه حتى ما نغلط إذن هذه مسمية Fx0 X1 هذه Fx1 X2 هذه Fx2 X3 وهذه F X 3 X 4 طبعا الفاصل بيناتهم الفاصل منقوطة الآن هاد للحصول على الفروق المقسومة من الرتبة الثانية ما علي إلا أقول 23 راح 2 تقسيم X 2 ناقص X 0 80 نحصل على 7 80 راح 23 تقسيم X 3 ناقص X 1 نحصل على 19 228 تقسيم 228 سالب 80 تقسيم X 4 ناقص X 2 نحصل على 37 نفس الشيء تماما هنا قلت هذا بسميه X 0 1 2 وهذه X 1 2 3 وهذه X 2 3 4 عند إذن فبقول 19 راح 7 تقسيم X 3 راح X 0 37 راح 19 تقسيم X 4 ناقص X 1 فنحصل على هادو الآن هادو نقصات يرضينا صفر وبالتالي نكون قد أنشأنا جدوى الفروق المقسومة إذن هذا سؤال اختبار ناخد أيضا using الطلب التاني using newton divided difference interpolation استخدم newton الفروق المقسومة كسيرة حدود استفادة داخل الفروق المقسومة to compute لحساب F عند الصفر فاصلة ثلاثة طبعا ما هي كسيرة الحدود كسيرة الحدود أنها هي إذا بتذكروا هي F X 0 إذن بالفروق المقسومة بناخد هذه هذه القيم التي لدي فنحصل على العلاقات التالية إذن هذه F X 0 هذه F X 0 X 1 X 0 X 1 هذه F X 0 X 1 X 2 هذه F X 0 X 1 X 2 X 3 والC 4 طبعا هناك صفر طبعا ولذلك ما أكتبه لأن أعوض X بقيمتها اللي هي 0.3 كل X هنا 0.3 في هذه العلاقة والX 0 معلوفة والX 1 معلوفة والX 2 معلوفة نعوض فنحصل على قيمة الدالة إذن هذا سؤال عن الاستفاء بطريقة كسيرات الفروق المقسومة نعود مرة ثانية إلى الشرائح التكعيبية لأهميتها وهي أغلب الست الاختبارات تأتي منها يقول لي حدد قيم السوابة ABCD والE لحتى تكون الشريحة التالية شريحة تكعيبية طبيعية إذن يريدها تكعيبية طبيعية طبعا هذه هي الدالة طبعا ماذا تعني شريحة أن الشريحة تعني طبعا عندي أنا هنا سلاسة نقاط عندي صفر واحد اثنين إذن نقطة داخلية هي الـ إذن هي صفر إكس واحد إكس اثنين إذن شريحة تكعيبية س واحد الآن هذه ماذا تعني تكعيبي ماذا تعني نتورال تعني نتورال أن الس 1 ساتحتين 0 في البداية اللي هي 0 يجب أن تساوي 0 والس 2 1 في النهاية اللي هي 2 يجب أن تساوي إلى الصفر هذه المعادلات مجتمعة تعطيني قيم هذه السوابت الآن لنعوض ولنحاول أن نحسب إذا هاي اشتقينا أول مرة اشتقينا ثاني مرة اشتقينا أول مرة للس 1 واستقينا ثاني مرة الآن نستخدم كونة طبيعية تقعيبية يعني الС 0 في الواحد يستخدم الاس 1 في الواحد والS0 فتحة في الواحد سوى S1 فتحة في الواحد والS0 فتحتين في الواحد سوى S2 فتحتين في الواحد فنحصل على هذه المعادلات أيضا بما أنها طبيعية فإن الS فتحتين بالصفر في البداية والS فتحتين في النهاية يجب أن تكون صفر فتعطيني هاتين المعادلتين من هذه المعادلات بحل لا نحصل على القيام الA والB والC والD المطلوبة أيضا نفس السؤال جاي في اختبار آخر حدد قيام السوابت ABCD علما أن الX بين الواحد وال2 إذا عندي سلاسة نقاط 012 النقطة الداخلية هي هذه الX1 إذا أتذكر أن التكعيبي تعني أن الS0 في الX1 يساوي الS1 في الX1 هذه كلمة التكعيبية والS فتحة 0 في الX1 يساوي الS فتحة 1 في الX1 والS0 فتحة 2 في الX1 يساوي الS1 فتحة 2 في الX1 هذه التكعيبية كون كوبك سبلاين وتحقق الشرط أيضا الشرط S3 فتحة 1 في الX يساوي الى 12 إذا بواسطة هذه الشروط يمكن أن نحدد قيام السوابت لنبدأ الآن لنشتقها إذا سأسمي هذه الS0X وهذه الS1X لأشتقهم أول شيء مشتق أول مشتق ثاني إذا فأحصل على المشتقة الأولى الصفر مشتقة الثانية مشتقة الأولى ومشتقة الثانية والمشتقة الثالثة الآن يعطيني هو بالنص أن المشتقة الثالثة يساوي الـ 12 إذا من هنا بحط بدل هذه بشير بحط بدل الـ 12 فنحصل على الـ 12 يساوي 6D منقسم على 6 فنحصل على قيمة الـ D تساوي الـ 2 الـ D صارت معلومة هنا الـ D صارت معلومة فيمكنني الآن أستخدم شروط الـ اللي هنين هدول فنحصل على المعادلة الأولى معادلة ثانية من هاتين معادلتين بالتعويض فنحصل على الـ C والـ B إذا نصرنا D و C و B بقيتنا من المعادلة الأولى هذه يمكن أن نعوضها فنحصل على معادلة فيها مجال نعوض فنحصل على قيمة الـ A أي أحصلنا على كل القيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته